موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلميذ أعزائي الزملاء أعزائي الأبنياء إذن إليكم الآن نص اختبار رقم واحد الذي برمجته لنسبة للسنة الأولى متوسط إذن نقرأ مع بعضنا التمرين الأول يعني حدرت عليه أربع نقاط فلا حرج المهم ضع دائرة صغيرة على الإجابات معناها هنا كان إجابات لأول الأسئلة متعددة الخيارات معناها كان الإجابة A والإجابة B والإجابة C الاختراح مثلا الثنين هو رقم الأجزاء من مئة وين هو رقم الأجزاء؟ هل هنا أو هنا أو هنا؟ بالنسبة إلى 47.06 يقرأ 47.06 أو يقرأ 47.1 أجزاء من مئة أو 47.6 هنا ثلاثة في عشرة زائد ربعة في واحدة هذه عبارة على تفكيك قال هذه الكتابة هي تفكيك العدد هل هو العدد الأول أو الثاني أو الثالث؟ كذلك العدد هذا يكتب كذلك على كتابة كسرية يعني 21.0 هل هو 21.10 على 100 على ألف؟ التمرين الثاني ضع فيما كان النقاط الأعداد المناسبة مثلا هذا العدد ضرب عدد يسوي عدد فماذا يسوي هذا؟ هنا نفس الفكرة في إحدى المتوسطات اشترك 159 تنميدا في رابطة الرياضة المدرسية فقرر المدير شراء قميص لكل مشترك هذه القمصان تباع في علب مغلقة تحتوي على واحدة أو تحتوي كل واحدة على 12 قميصا أو ألف كم علب يشتريها المدير با كم قميصا يبقى دون توزيع ثماني الثالث أرسم مستقيم الدمتات معين عليه النقطاتين A و B بحيث A B زوستا أي نقطة M منتصف A B تمحسب الطول A M أنشئة دائرة C التي مركزها منصف قطرها B M هل النقطة A تنتمي إلى دائرة C برر ذلك؟ المسألة المسألة نحاول أبناء الكرام قراءتها جيدا اقرأوها لأنها تعتبر كذلك وضعية إدماجية بمعنى كلمة أرادت والدتك تحذير عصير من البرتقال والفارولة عوض شرائه من السوق ونظرا لتوافد الزوار بكثرة خلال شهر رمضان المبارك أرادت معرفة صيغة تمكنها من تحديد المقادير الضرورية حسب عدد الأفراد قررت مساعدتها فقدمت إليك معلومات الوثيق 8 شراء كوب العصير من السوق هو 35 دينار لتحضير 4 أكواب من عصير البرتقال والفارولة يلزم 2 كيلوغرام من البرتقال و 0.5 كيلوغرام من الفارولة في هذا اليوم 8 كيلوغرام من البرتقال هو 150 دينار و 8 كيلوغرام من الفارولة هو 250 دينار عدد أفراد العائلة هو 4 أشخاص عدد الضيوف المنتظرين هو 12 فردا هذا عبارة على السند والسند هو عبارة على معلومات كما نراها بالنسبة للتعليمات هو باستعمال مكتسباتك والوثيقة أولاً حدد لوالدتك المبلغ الذي ستوفره إذا حضرت كوب العصير لكل فرد من الأسرة ثانياً ساعد والدتك على معرفة الكمية الكافية من البرتقال والفارولة لتحضير العصير الكافي لضيوف هذا اليوم مع أفراد العائلة ثالثاً أملأ الجدول التالي لوضعه رهن إشارة والدتك من أجل استعماله عند الحاجة ثم أنقله على الورقة هنا عندي جدول عدد الأفراد وهو وزن البرتقال بكيلوغرام والوزن الفارولة بكيلوغرام كذا إذن عدد أفراد ربعة يتغير ربعة 16 12 16 و 18 وكما ألفنا كذلك مع أبنائنا الكرام لأن هناك بعض الأسئلة التي تطرح هكذا بلغة الفنانسية وننصح ابنائنا بمعرفة ودراسة وهي خاصة اللغات اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية إذن هنا عندنا سؤال يضاف إلى الموضوع ككل وهو خارج على السلم التنقيد عندما تكمل من الحلود كامل هنا في هذه الحالة يعني جرب معلوماتك في هذه المعلومات يمكن أن أحضر تلفية مهات هناك كين الموز وكين العينة وكين التفاح وهناك هناك ميثال ينطق باللغة الفرنسية سنة نسيان دامليوري لابوجي كونه انفنتي الالكتريسيتي هذه قالها كذاك العالم انري اودية إذن حظنا سعيد لأبنائنا الأجلة وكما ذكرت لكم حاولوا تحلوا هذا الموضوع ككل تحلوا في ورقة مزدوجة وننتظر ان شاء الله الحل سيكون بعد ذلك وشكرا وبدأنا الآن تصحيح اختبار رقم واحد من سبل السنة أولى متوسط السؤال التمرين اللولاني الذي طرح في اختبار الأول وهو بعض دائرة صغيرة على الإجابة الصحيحة إذن هذه الأسئلة المتعددة الخيارات فهي الاختراح فهو 2 رقم الأجزام المئة ما هي الأمور الصحيحة ننظر الآن الثنين هنا الأجزام المئة الثنين رقم هي عشرات في الوقت العشرات وهذه رقم في المئات معنى ذلك الإجابة هذه هي الصحيح بنسبة 47.6 يقرأ سبعة وأربعون وحدة وست أجزام من مئة بالنسبة لهذا المفكوك فهو أمامنا الآن نقرأ جيدا ثلاثة وعشر ربع وحدات خمسة أجزام من مئة وثنين أجزام من مئة بنسبة لعدد نقرأ في هذا العدد عندنا 233.45 عندما أضربه بعدد الفاصلة تتحرك بمرتبتين هذه المرتبتين فهي أكيد فهي مئة في هذه الحالة الفاصلة تتراجع بمرتبين واحدة وبتريضة 0.1 ثانيا في إحدى المتوسطات اشتركة وهي 159 تلميذ في رابط تريضة المدرسية فقرر المدير شراء قميص لكل مشترك هذه القمصان تباع في علب مغلقة تحتوي كل واحدة على أقماش نحن نوجد النادر 159 تقصين أقماش يعني العملية الحسابية تحتنا 13.25 ولكن نحن نريد لها شحل من علبة ما نشرح نقوله 13.25 هنا 13 الباقي ثلاثة معنا يوجد 13 علبة كم يبقى من الأقمسة؟ يبقى هناك ثلاثة أقمسة كما هو موجود آليا التمرين الثالث وهو رسل مستقيم دلتا كما هو معلوم نعين عليه نقطتين A و B كما هو موجود هنا طولها 6 سنتيمتر عين النقطة M منتصف هذه نصمها باستعمال بطبيعة المدور فهي في المنتصف ثم حساب الطول A M A M مدام هذه 6 A M في هذه الحالة يسوي إلى 3 لأن A B سوى 6 نعم سؤال لمرة قلنا أنشئ الدائرة C التي مركزها M ويسفى قطرها B M هل النقطة A تنتمي إلى الدائرة إذا نضع شوقة المدور على M ثم نضع نهاية القلم على B ثم كل دورها ستشملين نقطة A سؤال قلنا هل النقطة هذه A تنتمي الدائرة ببرر؟ التبرير بصير جدا لأن A M منتصف A B و A M B هو نيس كوتر هذا نيس كوتر لهذه الدائرة وكذلك A M معناه أن A تنتمي إلى هذه الدائرة بطريقة سريعة تبقى الآن معناه المسألة حل المسألة المسألة فهي أرادت والدة تحضير عصير من البلتقال والفراولة عوض شرائه من السوق ونظر أن يتوافد زوار بكثرة خلال شهر رمضان المبارك أرادت معرفة سيغتها إلى آخره إلى آخره معناه الجدول الذي أعطيه فهو 8 شراء كوب العصير من السوق 35 دينار مش كتبنا شراء كوب واحد عصير يلزمنا 35 دينار أفراد العائلة أربعة معناه 35 في أربعة يعني 140 دينار يعني 14 نلف أما لتحضير تماجئة في الجدول لتحضير أربعة كوب من عصير البلتقال والفراولة يلزمنا زوج كوروغرام من البلتقال ونصف كوروغرام من الفراولة ولكن اعطنا المؤشر قدنا في هذا اليوم تقلنا فاحد كوروغرام من التوتقال هو 150 دينار نحن بучة learned to add to the cash وهو بمعناه يلزمنا زج كلوغرام من البرتقال أي 2 في 150 دينار مدام 15 ألف في هذه الحالة معنا مباشرة نديره تسوي 300 دينار يعني 30 ألف ويلزمنا نصف كلوغرام والكلوغرام هو 250 معناها تقسيم الثانيين وهي 125 في 500 فارولا أي 125 دينار التكلفة كانت هي 30 ألف لبرتقال مضافا إليها 125 ألف مرشنا في 500 وهي نسميها 8 فارولا أي 425 دينار كم توفير يعني إذا كان حضرت أو إشتارت هي شحلتها عندما تحضر 425 نقص منها 140 الـ 140 إلى 28 فو 500 إذن هذا التوفير سؤالي مرة قال لك قالنا ساعد ولدك على معدة كمية الكافية من البطوقة الفارولي تحضير العاصير لضيوف هذا اليوم نحن شحالا عندنا أفراد العائلة هو أربعة وضيوف هو إثم عشر إذا نعد الضيوف المتضاين هو إثم عشر فارضا مع أفراد العائلة يعني أربعة ما شوالا والربعة يعني استشفر المبلغ تحنا هي شحالا راح تكون 425 وهي في التحذير ضرب كما قدرناها هاي لك 425 دينار ضرب أربعة فيها 1700 ولكن احنا في هذه الحالة 1700 دينار هذا بنسبة الاربعة فقط شحر ستكون 16 16 فهي الجدول الذي بين ايدينا اذا عدد افراد العائلة اربعة ستة عشر اتناش تناش تناش تمنتاش الوزن بالبرتقال في حالة اربعة عدنا زج كيلو غرم من البرتقال ونسب كيلو غرم من الفارولة في حالة ستة لاحظوا اثنين اربعة ستة رح نستعمل طريقة اللي هي الرابع المتناسب مع الاثنين في ستة اتناش تقيم اربعة ثلاثة باش نحوسوا على عشر خمسة نقول ربعة زي ستة تسوي عشرة معانا ثمين زي ثلاثة تسوي خمسة باش نحوسوا على تناش نقول انا ستة هذي ندربها في زوج ثماش وثلاثة ندربها في زوج ستة باش نحوسوا على ستة عشر معانا ستة زي ستة عشر سوي ستاش إذا نلاحظوا هذا الجدول التناسبية نستعمله إما طريقة الجدع المتصالب أو طريقة جمع الأول مع الأول والثاني مع الثاني مع الثاني مع نفس 6 زائد 10 على 16 ثلاثة زائد 5 ثمانية أما الثمانية عشر في هذه الحالة نقول أن نستعملها بين 16 و 18 ثمانية 8 في 18 في تقسيم 16 سوي إلى 9 وزن الفارولة نفسه تماما إذا نقول 0.5 في حالة 4 6 في الحالة 0.5 في 6 على 4 تخرجنا 0.75 0.75 في عشر تقسيم 6 و 1.25 و 1.25 في 12 كذا إلى آخره هذا هو الجدول الذي نساعد به الوالدة وهي إشارة من أجل استعماله عند الحاجة ثم ننقله على الورق نتعانا فهو ننقله على الورق إذن نكون قد أعطينا كلام ملسع حول الحاجة الثانية والثانية والثالث والأخير إذن نشكركم على هذا الانتباه وإن شاء الله ننتقل في اختبار الرقم الثانية إن شاء الله سيكون معنا خلال يومين أو ثلاثة إذن وأشكركم على ذلك وأقول لكم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته